لا يتنفس هؤلاء المرضى إلا عن طريق الأكسوجين الصناعي الذي يتواجد بشحة في هذا المستشفى الوحيد والأكبر داخل المحافظة نقص جعل طاقم مستشفى الغيظة المركزي يقفون أمام هذه التحديات بالإمكانيات التي يمتلكونها لكنهم عجزوا عن تغطية كافة الحالات خصوصا في الفترة الأخيرة مع تزايد انتشار الحموميات الفيروسية نحن عندنا يمكن ما يقارب في مستشفى الغيظة كمركز حموميات 200 أو 300 لكن هذه ما تكفي فمشروع صحة مهر جزاهم الله خير تبرع لنا ب300 دبة أكسوجين كبير و70 دبة من أسطوان الصغير وعودونا أنهم يدعموا القسب بعدد أسطوانات أخرى أكسوجين الأكسوجين نحن نعاني منه بشحة بشحة يعني المركز في اليوم يستغرق أكثر من 100 دبة أكسوجين في اليوم الواحد يستغرق أكثر من 100 دبة أكسوجين في اليوم في المركز ظروفهم دفعت صندوق صحة مهري إلى إطلاق مناشدة عاجلة لأبناء المهرة في الداخل والخارج بسرعة التدخل وتقديم التبرعات لهذا المستشفى وشرا كميات متنوعة من إسطوانات الأكسوجين للتخفيف من معاناة المرضى طبعا موضوع نقص الأكسوجين موضوع يتحملها يعني إدارة المستشفى والسلطة المحلية يعني مفروض يدعموا مثل هذه الأمور التي تحتاجها أبناء محافظة المهرة في تكاثر موضوع الحميات وتكاثر شدتها يعني في هذه السابيع الماضية أيضا نشكر كل أبناء المحافظة في خارجها وداخلها على الدعم الكبير الذي قدمتها لمستشفى الغيظة بدعمهم للإسطوانات وإنقاذ أرواح كثير من أبناء محافظة المهرة ورغم هذه المبادرة التي حضيت بارتياح سكان المحافظة والنازحين إلا أن دعواتهم للحكومة والمنظمات لم تتوقف في ظل ارتفاع حالات الوفيات وتوسع انتشار الأمراض وهو ما يتطلب من الجهات المعنية بالنظر للوضع الصحي بالمحافظة ووضع المعالجات وتجهيز مستشفيات حكومية أخرى إلى جانب مرفقها الوحيد الذي يعمل بإمكانيات محدودة أحمد الحرازي لقناة سهيل محافظة المهرة محافظة المهرة محافظة المهرة